السلام عليكم أخوتي المغربة وكنتمنى تكونوا كل شيء مزيان وكل شيء بخير وكنتمنى مر بالعالمين يبعد عليكم هذا الوباء هذا على عائلتكم أخوتي المهم اليوم سوف نفعل هذا الفيديو هذا بصفتي مهاجر مغربي مقيم بالضيار الإسبانية وهذا الفيديو خصيصا لصحيفة أشواقه أنتم أخوتي كيف ما كتشوفوا زنقة خاوية كتصفر ومن حق حتى واحد ينزل إلا لكن بغي يمشي الفرماسيان ولا يمشي المركضون يتقدر شي حاجة يأكله شوفوا الدعوة خاوية حقاش القرار خرج البعار حقالك بتداءن من اثنين اللي خرج بلا سابب كيخلص واحد الغرامة ما بين 300 الأورو و1000 الأورو 60 ألف ريال حتى المليون هنا الخوتي ستبع لكم شوية الحركة البنادم كيتمشها حقاش هنا كنا مركضون هنا فين كيتقدر بنادم وغضيتشوفوا البنادم اللي كيدوه الغلبية عنده ميكافي ديه ولا شي حاجة بأن رخارج مقدة من بعد ما جايد الوباء داخوتي قامت الدول الأوروبية بواحد الامتياز اللي منحاته للشعب ديالها مثلا الفواتر ديال الماء والكهراباء والويفي ما غضيش يتخلص واحد الشهر ولي ما عنده شباش يخلص الكرة كتبقى حتى يكون عنده عادي من حقه يخلص مول الضر اللي كيتساول الكرة وكنتمنى من الحكومة المغربية تقوم بحالة الأشياء هذا وتساعد الشعب ديالها حقاش كين مسكين اللي ما خرج تخدم وضربتها مارا ما غضيش يقدر يخلص لاما لادو لكرة كنتمنى منهم يوقفوا في جنبهم في هذه المرحلة وبغيت نهضر على شي ناس اللي كيعايلوا الناس اللي كينين هنايا وقال لك اللي ما يجي وش غادي يجيبونا المرض وكذا المشكل كين في الناس اللي كينين هنايا وفي الناس اللي كينين في المغرب أول حاجة اللي كين هنايا والمرض كين هنايا ما عندك شغلش تخرج مشي تنشر الجهة أخرى وفي نفس الوقت اللي كين تموكا تقول لي ما تجيش أراه بلاده هذيك ولجاه هو الهنا رجبت ضروف كيف ما جابت نحن الضروف كاملين أي واحد كتجيب ضروف لواحد البلانسة ما كان لتي سخاب والدي في بلاد وهو في بلاد إلا من أجل واحد الهدف وكانت من التفاهم الوضع على الخوط ونحن مغاربة ونقف في جنب بعضياتنا وكيف ما بغينا الدولة تعاوننا وتوقف في جنبنا حتى نحن نعاونها ونقف في جنبها بشي حويج اللي بساط قلصة أخويا في داركم قلصة أختي في داركم ما تخرجيش أرا تقدر ذلك الخرجة دي العشرة تخيق ولا ربع ساعة لخرجينتي تقدر تسبب في الموت ديال أعز الناس عندك أخي وكيف ما عارفين نحن هذا الفيروس يؤثر على الناس الكبار نتقاف في دياركم أخوتي ونقف في جنب بعضياتنا ونتمنى الله يشافي جميع الأمة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر